أهلاً و سلام بحضراتكم مرة أخرى عزائل المشاهدين كابتن وائل قبل ما نتكلم عن المنتقب رأيك في النادي الأهلي خلال هذه الفترة يعني النادي الأهلي في الدوري وفي البطولة الأفريقية طيب هو النادي الأهلي عامل شغل كويس جداً مع مستر موسماني للأمان على مستوى الأرقام محقق نجاحات كبيرة جداً و يعني كم البطولات اللي أخذها الفترة قصيرة أو الفترة الصغيرة اللي هو متواجد فيها توحي أن فيه طبعاً عنصر مهم جداً من عناصر احتياج المدرب وهو عنصر التوفيق مهم جداً وهو مميز جداً و يعني ربنا طبعاً أنا مش عايز أحسده بس يعني التوفيق معاه بشكل كبير جداً و دي حاجة كويسة زائد طبعاً الشغل الفني اللي بتعمل معاه اللعيبة و بنشوف أداء في مباريات كبيرة أداء مبهر كل الناس بتبقى مثلاً متخوفة من المباريات الكبيرة مع موسماني أو مع فريق الناد الأهلي بتلاقي لأ بيعمل شغل كويس و بيقدم كرة كويسة و بيقدم نتائج كمان كويسة فالناد الأهلي في الدوري ماشي بشكل كويس و طبعاً في البطولة الأفريقية كان فيه يعني تعصر كده في بعض الأوقات ولكن ده بيحصل و حصل قبل كده في البطولات كتير يعني كان فيها تعصر و بعد كده ربنا كرم و أخدنا البطولة فلعله فالخير يعني أن احنا بإذن الله نحصد على البطولة الحداشر و يبقى عمل بقى إنجازات ينافس بها مانويل جوزي هل يمكن المقارنة ببيتسو موسماني بمانويل جوزي ولا ده حاجة و ده حاجة و أنا مش من هوات مقارنة المدربين ببعض خصوصاً في أجيال مختلفة لأن الكرة ممكن بتختلف زيها زي أي حاجة في الحياة زي ما التكنولوجيا بتختلف زي ما العلم بيختلف الكرة زي نفسها اختلفت شوية عما كنا نحنا بنلعب مش عايزة أقول نحنا بنلعب من زمان إنما الكرة ممكن التاكتك بتاعها اختلف يعني إحنا لما كنا بنلعب بإسلام لو تفتكر لعبنا 3-4-3 و كنا بنقدي بيها بشكل كويس جداً وبعد كده مرة واحدة قال لك إزاي تلعب بتلاتة لعب أربعة و مش عارف إيه و طريقة جديدة والتلاتة دي دلوقت رجع تاني لتلاتة يعني فهم الدنيا بتختلف والأفكار بتاعت المدربين بتختلف فمقارنة جوزيب بموسماني مقارنة صعبة جوزيب قاعد فترة كبيرة جداً في مصر كبيرة جداً وبعدين أنا برضو ليه فلسفة في موضوع المدربين ده و مدربين النادل أهلي تحديداً مدرب النادل أهلي مش الموضوع مش موضوع مكسب بس موضوع أن أنت بيتعامل إزاي في أوقات الانقصار بيتعامل إزاي مع اللعيبة النجوم اللي بيطلعوا بره للسكور كل الكلام ده كلام بيبقى مهم النادل أهلي ما عندوش دلوقتي يعني بيبقى فيه غيبات كتير قوي يعني المدرب ما بيتحطش في موقف أنه عنده فلان وفلان فلان عنده الثلاثين لعيب كلها سلام فهيطلع من بره للسكور فيبقى عنده الحيرة دي والكلام ده وهيتعامل زي مع نجم طالع بره للسكور يعني لا إنت لو تفتكر من الجزء كان في الحاجات دي شخصية وما بيهزرش ما بيهزرش خالص يعني وكان كلنا كنا جاهزين وكلنا كانت تكمل إصابات قليلة جداً فمدرب النادل أهلي بيبقى ليه سمات شخصية ممكن مسماني معدتش عليه بعض المواقف اللي تظهر شخصيته القيادية إنما هو طبعاً مدرب كبير ومدرب كويس قوي عمل نجاحات كويسة جداً وكمان يعني متكلم كويس بيعرف إنه هو ياخد الإعلام في صفه فبتمنى له التوفيق طبعاً